نحن نروح لأولى محطاتنا فرح ومحطاتنا الأولى لليوم طبية رح نحكي فيها عن العلاجات الكيموية ومعروف أنه عدد كبير من أنواع السرطانات بتحتاج العلاج الكيميائي مع علاجات أخرى شعاعية ولكن ما هي أنواع العلاج الكيميائي وتأثيراته أيضا؟ كثير من نسمع سلمة أنه كثير من الأطباء بيلجأوا للعلاج الكيموي الشعاعي قبل ما يلجأوا للعمل الجراحي اللي دائماً بتخوف منه المريض بشكل كبير بتقول آخر شيء تماماً هل بتختلف وجهة نظر الطبيب وحالة المريض خلينا نقول وهذا الشيء طبعاً بيقرره الطبيب لكن العلاج الكيموي رغم له بعض الأثار الجانبية لكن بيلجأ له الطبيب ممكن يكون كمرحلة أولى رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل ونشوف إذا هذا الموضوع بينطبئ على كل أنواع السرطانات أم أن هناك أنواع معينة بتلجأ أيضاً للعلاجات الكيميائية سنحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور غيث بلال دكتوراه بجراحة الأورام وقتصاص جراحة عامة وتنظيرية سعد لي صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيك دكتوري سعد صباحك بداية خلينا نبلش من أطروحة الدكتوراه اللي كانت عنوانا عن العلاج الكيميائي واللي طرحته بجامعة ديمشق قبل ما نبلش نبارك الأول شيء للدكتور الله يبارك فيكم يا رب الله يخليكم شكراً الحقيقة نحن كان موضوع طروحتنا له علاقة بأورام المستقيم المنخفضة الحقيقة هاي الأورام بهذه المنطقة ممكن تاخد أكتر من خيار أو احتمال جراحة حديثاً دخل العلاج الكيميائي والشعاعي للمرضى بهذه الأورام قبل الجراحة والدراسات الجديدة والأبحاث الجديدة طورت هالشيء ونحن بحثنا بسوريا كان مؤكد ونتائجه كانت متقاربة من النتائج العالمية حول تغيير نوع العمل الجراحي عند هدول المرضى بعد تطبيق العلاج الكيميائي والشعاعي واللي بفضل هالقصة والطريقة هاي حسننا نحافظ على الشكل التشريح الطبيعي لجسم الإنسان دكتور من نسمع أنه في كتير أثر جانبية للعلاج الكيميائي والعلاج الشعاعي خلينا نعرف شو هي الأثر الجانبية وإمتى بيكون الدكتور يمكن رافض العمل الجراحي بهذا الموضوع تمام نحن عموماً العلاج الكيميائي شو هم مبدأه بشكل مبسط هو علاج قاتل للخلايا الورامية وبنفس الوقت ممكن يعمل تأثير جانبي من خلال تأثيره عنواع أخرى من الخلايا حسب نوع الخليل بأسريالية بتظهر أعراضه سواء بتساقط الشعر سواء بضعف المناعة بشكل عام إلى آخره ما بدنا نفوت بكل هاي التفاصيل ولكن احنا الأهم من ذلك أنه هذا العلاج الكيميائي عم يقدمنا فائدة كتير كبيرة بأنه عم يخفض مرحلة الورم قبل العملية وبالتالي عم تكون نتائج الجراحة أفضل البقية أحسن ونوعية الحياة أفضل لهدون المرضى رح نتابع فرح مع المشاهدين مشاهد من طبعا أطروحة الدكتوراه بجامعة ديمشق ونرجع لنك في حديثنا الحقيقة الرسالة مهمة جدا أنا كنت مشرف عليها لأنه لح تفتح لنا أفاق جديدة في مقاربة أورام المستقيم اللي على الوصل بين القناة الشرجية والمستقيم بحيث أنه المرضى ما يعودوا يلجعوا لإخراج الكولوستومي والاستعصار الكامل نقدر أنه نعطيهم معالجة قبل الجراحة كيميا واشعة ونقدر أن نحافظهم على المغصرات الشرجية ونسيطر على الورم بطبيعة الحال بشكل مبدئي لأنه الأساس هو شفاء المريض كل الدراسة مشان محاولة بعض المرضى بدل ما يعملوا بتربطني عجاني ونقيم القناة الشرجية محافظة عليها هاي أساس الدراسة وموضوعة والنتائج مشجعة وأنا شخصيا من المشجعين جدا لإبقاء القناة الشرجية كثير من العمليات للمريض بيكون المفاغرة على القناة الشرجية ونحافظه على القناة الشرجية والدراسة مؤيدة لأعمال اللي عم نشتغلها فيها وعم تشتغل بجامعة دمشق عم نشغل عمليات بشكل علمي وصحيح تماما بالمعالج الشوعي والكيميائي قبل العمل الجراحي والعمل الجراحي فيه خبرات عالية جدا بأساسة كليت الطب بقسم الجراحة بإجراء مثل العمليات هاي البجه التحيي لكل مجتهد مجد وبالنتيجة بيحصل على البدوياه وبالجد بالإجتهاد بيوصل الإنسان له لهدف لأله وبنبارك له بها الشهادة الدكتوراه اشتركوا في القناة دكتوراه خلينا نرجع شوي لموضوع الأطروحة ونحكي اليوم كان فيه مقارنات بين يمكن أبحاث عربية وبالتحديد السورية اللي حضرتك عملتها وبعض الأبحاث بدول أوروبية خلينا نقول ما مدى المقاربة اللي صارت وشو استفدتوا من هي الأطروحة طبعا نحن عموما دراستنا كانت مشابهة بشكل كبير للدراسات العالمية وبشكل خاص في دراسة بالولايات المتحدة الأمريكية وفي دراسة بكوريا كانت تنتاج دراستنا كتير جيدة تفوقنا ببعض النقاط على الدراسة الكورية وتشابهنا ببعض النقاط مع الدراسة الأمريكية وهذا شيء كتير منيح نحن فتحنا أفاق جديدة بعلاج ومقاربة هاي الأورام حقيقة في طرق جديدة جدا راح تريح المريض كتير راح تنقل لنواية حياته من نواية حياة كانت شوي صعبة لنواية حياة طبيعية مثل ومثل الناس العاديين وهذا الشيء بحد ذاته إنجاز كتير كبير سواء على الصعيد الطبي أو على الصعيد النفسي عند المريض يعني ممكن نحن نطور شوي بهي الأطروحة أو يتم الدراسة عليها بشكل أكبر لحتى نحن نستفيد منها فعليا بمشافي السرطان اليوم أكيد نحن ممكن أول شيء نرفع فترة المتابعة نحن كان متابعتنا لمدة 12 شهر بعد إجراء الجراحة ممكن نحن نتابع لثلاث لخمس سنوات لنوسخ النتائج بشكل أفضل ممكن نحن نعمل دراسات أخرى بعدد مرضى أكبر تمام وهالشيء أكيد رح نراكس بشكل إيجابي عن نتائج دراستنا الأصلية ورح يعزز سقة المريض بهذه العلاجات الجديدة طيب دكتور خلينا نوضح موضوع كمان كتير بنعرف هيك بيحكوا إنه الشعاعي مرتبط بالكيميائي أو بيجو مع بعض شو الصح؟ مين اللي بيكون قبل مين؟ هل لازم يكون العلاج الكيميائي بالأول أو الشعاعي أو مو شرط؟ نحن عموماً كل ورام له خطة علاج محددة في أورام تقبل علاج الكيموي فقط في أورام تقبل علاج الشعاعي فقط وفي أورام بحاجة للعلاجين الكيموي والشعاعي بشكل متتابع حسب المرحلة يعني؟ حسب أول شيء حسب مكان الورام ثانياً حسب نوع الورام أو درجة الورام تمام؟ ثالثاً حسب الخطة العلاجية اللي بتنحط نحن بدراستنا بالنسبة لأمراض أو لمرضى أو رام المستقيم الدراسات والتوصيات العالمية توصي بإعطاء علاج كيموي وشعاعي بشكل مشترك قبل الجراحة العلاج الكيموي لوحده لم يسبب أي فعالية والعيال شعاعي لوحده فعالته قليلة جداً أما المشاركة بين العلاجين هي اللي عطتنا النتائج الأفضل عند دون المرضى دكتور خلينا نحدد شوي ونفصل ببعض الحالات يلي ممكن الطبيب يشوف فيها أنه العلاج الكيموي والعلاج الشعاعي هو غير مجدي ومنلجأ فهوراً للعلاج الجراحي إن وجد بعض أنواع السرطانات يلي ما بتقبل العلاج الشعاعي أو الكيموي وإمتى بيكون العكس؟ تمام نحن عموماً بنسبة لأورام المستقيم الأورام منخفضة للدرجة يعني الأورام الجريد ون أو الأورام الصغيرة المتوضعة فقط في المخاطئة بحجم صغير هذه الأورام ليست بحاجة لعلاج كيموي أو الشعاعي قبل الجراحة الأورام اللي بتبدأ من الغريد تو هي أورام فيها توصيات عالمية أن جميع المرضى فيها يأخذون بعين الاعتبار لأطاء العلاج الكيموي والشعاعي بعض الحالات مثل المرضى متقدمة بالسن المرضى اللي عندهم مشاكل قلبية ممكن ما يتحملوا العلاج الكيموي أو يصير معهم اختلاطات مهددية للحياة ممكن نستثنيهم نحن من خطة العلاج الكيموي أو الشعاعي ملجأ لإجراء جراحة طلطيفية خفيفة وأتأصير اختلاطات أقل لحتى نحن نكون أوفرنا خدمة طبي جيدين للمريض وبعدنا عنه مخاطر العلاج والجراحة طيب دكتور عادة بنعرف أنه الشخص المريض بالسرطاني بيلجأ للعلاج الكيميائي بيكون جزء من الخطة العلاجية ممكن يصير فيه أعراض جانبية بالشكل مثل بيهر الشعر بيصيبوا غسيان وما إلى ذلك هاي الأعراض قدية مدة استمرار هل هي فقط مرافقة للجلسات ممكن فورا بعد ما يوقف العلاج يرجع لوضعه الطبيعي أو قد تستغرق وقت نحن بمعظم الحالات هاي التأثيرات الجانبية هاي تأثيرات مرافقة لزمن إعطاء العلاج الكيميائي ومجرد توقف العلاج الكيميائي حوالي 3-6 أسابيع هاي الأعراض كلها بتتراجع بشكل كامل وترجع أمور المريض جيدة وأفضل وخاصة إذا صار فيه سيطرة على الورم عموما هاي التأثيرات الجانبية لعيل الأدوية حل الرئيسة بالدرجة الأولى هو الدعم النفسي بدرجة الثانية في عنا كتير مستطرات دوائية بتخفف كتير من هاي الأعراض بتخفف من الغسيان من اللقياء من ارتفاع الحرارة من التعب العام بتخفف من كل هاي المشاكل وعلى رأسه الدعم النفسي الدعم النفسي هو موضوع كتير مهم بالنسبة للمريض أنا برأيه هو موضوع مشابه وموازي بالفائدة للعلاج الكيميائي والجراحة قولا واحدا اليوم تنصحوا دكتور أن يكون في طبيب نفسي مرافق لأي شخص ممكن مصاب أو يتعرض للعلاج سواء الكيميائي أو حتى الشعاعي أو حتى الأشخاص اللي يتعرضوا لجراحة تنصحوا ممكن يكون في طبيب نفسه حتى يصير في عنا شعبي أو قسم للدعم النفسي لمرضى السرطان لمشفل بيروني أو وحدة بسمة بشكل عام عم نسأل لأنه هذا الموضوع نحن نخلال خبرتنا وتعاملنا مع دول نمط من المرضى هو الدعم النفسي هو أهم عامل أهم عامل على الإطلاق بتحديد سير المرضى سيرة السرطان يعني هي شيء مرعب سلما أول ما نقول أنه هو مريض سرطان فهو شيء مرعب إن كان للعائلة لأول شخص على تماس مع هذا الشخص المريض كيف هو الشخص اللي ممكن يكون أول تفكيره أنه أنا ممكن موت نهايتي فهون ممكن يكون الرعب الأكبر للشخص والمهم الأكبر تعود بشكل فئيسي وبالدرجة الأولى للطبيب علاقة الطبيب مع مريضه لازمه علاقة كتير ودية لازم يكون في سيقة كتير كبيرة بيناتهم والدرجة الثانية لأهل المريض تخفيف وطئة المرضى عن المريض عدم تطخيم الأمور عدم تحويل الحالة المرضية بحالة كارسية في الحياة قدام النفسي جوهر العلاج لجميع عمر مرضى السرطانات طيب دكتور من خلال أطروحة لحضرتك قدمتها خلينا نحكي شوي عن نسب العلاج قديش تطورت عنها بسوريا ورغم نحن بنعرف يعني هاي السنوات المرة كان فيه كتير صعوبات وخصوصا على مرضى السرطان إن كان بتوفير النواد الأساسية بسبب العقوبات اللي علينا وما هيك استمرت مجر فينا بإعطاء الأدوية ومعالجة المرضى قدي فيه نسب وتطورت فينا نقول العلاج عنها بالبلد خلال فترة الحقيقة أول شي مشكورة كتير وزارة التعليم العالي مشكورة كتير قدارة مشفر بيروني بالجهود المبزولة كتير لتأمين الأدوية بأصعب الظروف وبظل الوضع اللي احنا عايشينه مشكورين جدا الحقيقة نسبة قليلة كتير من الأدوية اللي ما عم تتأمن مو بكل الأوقات أما معظم المستحضرات والأدوية المطلوبة موجودة وتوزع بشكل مجاني لجميع المرضى هذا شي يشكرون عليه وزارة التعليم العالي ومشفر بيروني بالنسبة للنسب نحن حديثا صار في عنا برامج كشف مبكرة للأورام سواء بسرطان السدي أو سرطانات الجهاز الهضمي اللي فيه إلى استقصاءات ممكن تعمل تشخيص مبكر لهذه الأورام حجر الأساس بيخفض نسبة الوفيات خاصة بالسرطان وخفض نسبة الاختلاطات والمشاكل المتعلقة بالأورام هو التشخيص الباكر لما بيكون في تشخيص باكر لأي أورام فنحن عم نشخص بمرحلة باكرة فنحن فينا نعطي علاجات خفيفة وزاة فائدة عزمة جميع المرضى فأكيد نحن برامج الكشف الباكر اللي منتبعتها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة عم نتساهم بشكل كتير كبير بيخفض نسبة الأورام المتقدمة ورفع نسبة نجاح العلاجات بشكل عام بالنسبة دكتور لموضوع الأطروحة خلينا نحدد أكتر اليوم لما نحكي نحن عن سرطان المستقيم من هن الأشخاص خلينا نقول الأكثر عرضة أو الأكثر قابلية ممكن للإصابة بهذا النوع السرطان الأطفال ممكن نستثنيهم من هي الإصابة أو لا؟ ما فين نستثني أي حدا من هي الإصابة ولكن في عمنا نحن نسبي عالي أو نسبي أشياء أكثر شيء بين عمر 18 إلى عمر 70 سنة طبعا هاي العمر هو اللي شمل ومرضانة بدراستنا نحن في أسباب دكتور لهار العمر؟ أسباب مباشرة ما فيه ولكن في عوامل خطورة وعوامل مؤهبة تمام؟ في كتير عوامل خطورة وفق الدراسة اللي صارت عالميا بيقلك أنه العامل الوراسي له علاقة نمط الحياة قلة الوارد بالخضار والفواكه والألياف البداني التدخين كل عوامل خطورة أيضا أدواء الأمعاء الالتهابية فعنا أدواء أو أمراض أمعاء مزمنة ممكن تكون أيضا عامل خطورة لحدوث مثل هاي التنشؤات عموما طبعا نحن من خلال تشخيصنا المبكر وتابعتنا ملاحقتنا لأعراضنا لما نلاحظ على حالنا أي عرض مختلف سواء بنزف هضمي سفلي سواء بنقص وزن بنقص شهية أي عرض بيصيبنا ما لازم نهمله وفضلا راجع طبيبنا نحن نحاول نلتشيره هو بيشوف لنا شو الإجراء اللازم نساويه ومثل ما حكنا من شوي التشخيص الباكر يعني نتائج ممتازة طيب دكتور في بعض أنواع السرطانات اللي ما بتظهر بشكل يعني ما بتعطي أعراضة وضوح غير سرطان المستقيم مثل ما قلت حضرتك بعض الأعراض واضحة إذا كان في حالة بالعيلي هل ينصح بعمل إجراءات مثل تحليلية أو ما إلى ذلك وقائيا لحتى نعرف شو هي وإمتى السن المناسب نحن مثلاً في عنا مرضى عندهم دائب وليبات عائلة إفقاطي تمام هذول المرضى نحن منصحوا نساوي وتنظير هضمة بعد سن الأربعين بشكل متكرر كل مريض والأخت التنظير معينة في مرضى كل ثلاث سنوات في مرضى كل خمس سنوات حسب نسبة أو عمل خطورة موجود بالعيلي مثلاً في عنا مرضى سرطان السدي اللي عندهم قصة عائلية بدرجة أولى هذلهم مرضى لازم يساوي دراسة شعاعية سنوية بشكل متكرر أساساً نحن ببلدنا صار في حلاء برنامج كشف لجميع المرضى سواء عندهم قصة عائلية أو ما عندهم بعد سن الأربعين لكل الستات والصبايا لموضوع الكشف الباكي للسرطان السدي فنحن بشكل عام كل نوع من أنواع السرطان حسب نوعه وحسب القصة العائلية بنحط خطة متابعة نحن شان إذا صار في كشف يكون كشف باكر دكتور بالنسبة كمان للأطروحة والأسازة المشرفين عليها خلينا نحكي عن رحلة العمل بهذه الأطروحة اللي استمرت لأربع سنين واربع سنين كان من ديمانة أصيرة كيف كانت رحلة العمل؟ شو هي الخطوات اللي استندتوا عليها؟ وكيف كان دعم الأسازة المشرفين على هذه الأطروحة؟ بالبداية بنوجه تحية كتير كبيرة الأستاذ محمد الأحمد الأستاذ فقيلة الطب ورئيس صعبة الجراحة بمشفى الأسد الجامعي الأستاذ محمد كان هو حجر الأساس بهذه الدراسة توجهاته، تعليماته ومصادره ومراجعه بشكل كامل هي وجهتني بشكل أساسي لعين نتائج اللي حصلنا عليها فلموجه له كتير تحية كبيرة بنداله الصحة والعافية دوما البحث كان طويل شوي متعب شوي لأنه نعمل بأكتر من مشفى نحنا كنا نتابع المرضى بعلاجه الكيماوي بمشفى البيروني وبعلاجه الشعاعي بمركز الطب النهوي أيضا لمشفى المواسط مشكورة كتير إدارة مشفى البيروني على الخدمات اللي قدمت لنا والتسهيلات وكنا نتابع بمشافى الأسد والمواسط والبيروني أيضا بعد الجراحة فكان دراسة طويلة فيها جهود متعددة سواء من الباحث وسواء من الجهات الإدارية ومن الجهات الأخرى موجودة بكل المشافى نشكر كل حدا ساعدنا بالوصول لهذه النتائج ونحن نتمنى دوما بالنهاية نوصل لبيانات تفيد المرضى وتحسن نوعية حياتهم ونتمنى الشفاء أكيد لجميع المرضى أكيد طبعا طيب دكتور خلينا نحكي كمان عن بعض النصائح اليوم نحن نحن نسمع كتير أشخاص بيقولوا أنه تابعنا علاج كيميائي وهي ما عملنا عملية ولكن قالنا الدكتور أنه وقف السرطان عند حد معين أنه هو هلأ ثابت هل في نصائح معينة؟ نحن بداية أمام أي حالة ورمية نستطيع أنه جلسات بورد هي جلسات مشتركة بين أطباء المعالجة الورمية الكيموية وأطباء المعالجة الشعاعية وأطباء الجراحي كل مريض هو حالي متفردي بحد ذاته حسب بياناته وحسب وضعه بنحط له خطة علاجية متكاملة ما في عنا شيء أنه العلاج الكيموي ما كفى أو الشعاعي ما كفى في خطة متكاملة بيتعرض للمريض بس يخرص من هذه الخطة بنعاد تقييمه شعاعيا أو مخبريا حسب نماط الورم اللي عنده وبناء على متحدد هل هو كافي هل هو بحاجة جراحة هل هو بحاجة إعادة الشرط العلاجي هي بالدرجة أولى بالدرجة الثانية في حال وصلنا للشفاء في شيء اسمه متابعة بعد العلاجات هي شغلة كثير مهمة وكثير ضرورية لأنه في بعض الأوراق بصير فيها مسبة نكس أحيانا نحن شتوم من سيطر عليها من خلال الكشف في باكر أيضا من خلال المتابعة الشعاعية والمخبرية هذه النقطة دكتور بدي أسألك عنها بالتحديد اليوم ما بنسمع كثير أن بعض النساء اتعرضوا يمكن لنوع معين من السرطانات للأبرز يعني خلينا نقول سرطان الثدي وكان فيه شفاء تام وعادة الصبية لحياته الطبيعية أو السيدة اليوم بباقي أنواع السرطانات يعني فيها شفاء تام خلينا نقول من هذا النوع من السرطانات وكيف نغير نمط حياة السيدة أو أي شخص ممكن ينصاب بنوع معين من السرطان ونكتب له الشفاء منه بالبداية بالدرجة الأولى العلاجات الاجتماعية نحنا كنا نلاكنا ضدها العلاجات بالدعاء والعلاجات بالنساء مثل ما بيسموها بالسحر هي علاجات غير صحيحة ومضررة للمريض جدا ننصح المريض بالدرجة الأولى يسمع كلمة طبيبه يسمع نصائحه بالدرجة الثانية ننصح جميع المرضى وجميع الناس باتباع برامج الكشف المبكر برامج التصوير الشوعي اللي هي عم تقدم فائدة كتير كبيرة للمرضى مهدي بشكل رئيسي بشكل عام نمط الحياة الصحي يعني حياة خالية أو بعيدة شوي عن الأمراض الحياة المليئة بالأنشطة الرياضية بحماية الغذائية الصحيحة والسليمة في عادة عن التدخين قدر الإمكان الإنساني يوازب على نشاط رياضي يومي كل هاي التوصيات عالمياً ومحلياً عم تود إلى نتائج حيوية سواء بما يخص السرطان أو ما يخص الأمراض الأخرى تبقى بعيدة عننا شوي إن شاء الله نتمنى الصحة والعافية لجميع الناس آمين يا رب شكراً لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت الله شكراً لكم وصباح الخير نتمنى لك للتوفيق بقية نهار كتير حلو إليك دكتور وبدأ به المناسبة أكيد نوجه تحية لكل الأطباء السوريين اللي بعضهم موجودين بالبلاد عم يعملوا الدراسات ويساهموا بشكل كتير بتطور الطب وحماية المرضى أكيد من أي خطر ممكن يتعرضوا شكراً لك دكتور شكراً لك